هذا هو مستشفى تورغاء لم يطرأ عليه اي تغيير منذ اشهر يتناوب بعض الاطباء هنا لمعالجة الحالات الواردة اليهم واحيانا تأتي بعض الفرق الطبية برعاية من لجنة متابعة الاتفاق لتكشف عن الحالات المختلفة واليوم اصبح التورغاء تواجه انتشار مرض يسمى اللجمانيا وهو مرض ينتقل من لسعة الذبابة هذا الجهاز خاص بعلاج الاشمانيا بجلسات الكي البارد الا انه يفتقر لباقي اجزائه وغاز الهيدروجين الذي يعمل بواسطته كما يفتقر المستشفى لانواع كثيرة من الادوية كالمضادات الحيوية للاشمانيا ويعاني من سوء تخزينها وعدم وجود صيادلة لوصفها فيه مشاكل طبعا في العيادة هذه كلها طبعا كما تشوفوا هي كلها متنقل عيادة قصدي مش عيادة متكاملة والصيدلية حتيت التخزين مش كويس لطريقة وضع الادوية فيه نقص في الادوية هذه هي عين طورغاء وهي سبب الامراض كما يقول الاطباء الا ان الناس يتجمعون حولها للترفيه كما يسبح فيها الشباب غير مبالين بما يقال ولهم في ذلك رأيهم تنتقل الطفيليات الموجودة في هذه المياه الراكدة منذ سنوات عن طريق ذبابة تسمى ساندفلاي وتسبب اللاشمانيا ويخشى الاطباء حال استمرار هذا التلوث ان تظهر امراض اخرى حتى وان كانت غير موجودة من قبل كالكوليرا او الملاريا تعتبر عين طورغاء هي موطن الداء في هذه المنطقة ولم يعيد اهالي خطورة هذا المكان بعد فهم لا زالوا يترددون عليه بشكل يومي بل ويسبحون داخل هذه المياه وتخشى العناصر الطبية من انتشار امراض اكثر فتكا ان لم تتخذ الجهات المعنية اجراءاتها بالخصوص لتنظيف هذا المكان فالوقاية خير من العلاج ابراهيم العبدالي قناة ليبي الاحرار تورغاء